السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا في فيديو سوف نتعرف على تقييمة دولي الجزائري ساعد بالرحمة مع فريق هويس طهام لدى فريق ماشيستور نيتد في قمس الدولي الإنجليزي لالجولر الرابع عشر سوف نتعرف على ما قدمه ساعد بالرحمة وعلى التقييمة التي حصل عليه ساعد بالرحمة في مرتفع قبل البداية في التفاصيل والدخل في موضوع أكثر والتحدث عن ساعد بالرحمة رمنا منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو ونبدأ على كلها في التفاصيل والتحدث عن الجزائري ساعد بالرحمة في مرتفع ساعد بالرحمة شارك سنسيب تشكيل الفريقه ويسطهام ومدربه دافيد موس قدم أداء جيد ورائع وبأداء خرافي كان أفضل اللاعب في نادي ويسطهام منصفة مع اللاعب داكلا الرئيس نال تقييم 7.1 واحد من أعلى التقييمات في نادي ويسطهام وفي المباركة كل أداءه كان جيد تحرك بشكل جيد أعطى حلو الهجومية رائعة كان أخطر آآ مهاجم آآ من نادي ويسطهام خصوصا في شروط أول تحرك بشكل جيد وأقلق رفاع النادي بشكل كبير ورائع استدادت تلات سديدات في المباراة واحدة مؤطرة فيما الباقي تم آآ خارج المرمى آذاءه كان جيد ورائع آآ في المباراة الاخيرة يقدم مستوى هائل ورائع مع فريق ويسطهام أتمنى أن يستمر في هذا الآذاء الجيد وأن يكون آآ في المباراة القادمة آآ بمستوجه لأنه يمتلك إمكانيات خرافية ولائعة وهذا هو كل شباديني بخصوص النجم الجزائري سعاد بن بن رحمة في مباراة لهم فلا تنسى الاشتراك لك للفيديو وإلى اللقاء